وزارة التعليم بدأت تستعد من دلوقتي لامتحانات السنوية العامة من هنا تم الإعلان عن أن نظام الامتحانات هيكون نفس امتحانات السنة اللي فاتت من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث أن الأسئلة تكون واضحة وحددة وغير قابلة للتأويل الامتحانات كمان يا بس أنت هتكون بنظام الكتاب المفتوح وهو اللي هخلانا النهاردة نحاول نقدم لحضراتكم كده مجموعة من النصايح لطلاب الثانوية العامة مجموعة كمان من الإرشادات إزاي ممكن نستخدم كتاب المفاهيم اللي هو الكتاب الملحق بالأوبن بوك إزاي ممكن كمان طلبنا في الثانوية العامة يستفيدوا ببنوك الأسئلة كلام كتير جدا حوالين الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة وطريقة الامتحان خلونا نرحب بضفتنا دكتورة حنان اسماعيل اللي منورانا ومشرفانا أستاذة تخطيط واقتصادية التعليم بجامعة عين شمس أهلا بيك دكتورة حنانوية أهلا بحضراتكم أهلا بحضراتكم أولا نعرف كده السادة المشاهدين النظام الجديد ده الخاص بالأوبن بوك والكتاب الخاص بالمفاهيم اللي هو المدخل لامتحان إزاي طلبنا ممكن يتعاملوا مع الاسلوب ده في الامتحان طبعا عشان الطلاب يدخلوا في امتحان بنظام جديد ما تعودوش عليه طول مراحلة التعليمية السابقة فلازم يفهموا طبيعة المفهوم امتحان الأوبن بوك ولازم يعرفوا فائده وإيجابياته ويعرفوا كويس أن الأوبن بوك ده جاي مواكب للعصر واستثمارا للمهارات اللي هما بيمتلكوها بالفعل استثمارات البحث العلمي فده تحول من تحول التعليم التقليدي إلى التعليم السحابي السحابي معناه أن إحنا خلاص ما فيش حاجة اسمها كتاب مغلق ما هو ده التعليم من الروبن بوك مناقض أو ببديل للكتاب المغلق ما فيش كتاب مدرسي نحفظ فيه نحفظ فيه يعني مهارة البحث هي المهارة اللي بيأسها لإمتحان أكثر إحنا هنا هو دايما التعليم من قول عليه المدارس ما فيش حاجة اسمها تعليم في حاجة اسمها تعليم وتعلم فيمكن الأوبين بوك حيضغطي جزء التعلم اللي هو التطبيق تطبيق للمعلومة اللي بيدرسوها من خلال المعلمين يعني بيدي المعلومة اللي ياله كتاب المفاهيم المفاهيم الأساسية ده التعليم بعد كده بتيجي يفهم وياخد المفاهيم دي ويطبقها ويطبقها من خلال بنك المعرفة طبعا فيه الوزارة متيحة جئة متاحة بتتيح الوسائل المتعددة اللي بتساعد الطالب ان هو يتدرب على التعليم معناه ان المعلومة مش واحدة مش من مصدر واحد من مصادر متعددة البحث من خلال بنك المعرفة وده اللي متاح وده اللي اتحيطه وزارة التربية والتعليم يقدر يبحث بقى عن المعلومة والمفهوم اللي هو تعلمه في كتاب المفاهيم وبالتالي بياخد معلومات من أكتر من مكان فده حيساعده ان الامتحان مش هيبقى من كتاب تقليدي واحد نستنى اخر السنة من ذاكرشي ونستنى اخر السنة نحفظ الكتابين حفظ واستظهار ونيجي نوصل في الامتحان فبالتالي الاوبين بوك هو قتاح ان طول السنة حيفضل الطالب مجغول بالامتحان مش مجغول بالامتحان مجغول بالتحصيل والبحث والفهم والابتكار والابداع يعني الاوبين بوك الحقيقة من مميزاته انه بيميل او بيدي مستوات معرفية اعلى يعني احنا مش معرفة وتذكر فقط كانت التعليم التقليدي في الكتاب المغلق لكن دلوقتي فيه التعليم السحابي اللي بيفتح مهارات متعددة هم بالفعل بيمتلكوها في سوق العمل دايما لما اي حد يعمل انتريديو يسألوه سؤال بتاع المهارات اللي انت اكتسبتها او ايه الحاجات اللي عندك مهارات مختلفة ويمكن ده اهم حاجة العالم بيركز عليها دلوقتي ازاي نظام الاوبين بوك يقدر ان هو يخلي اولادنا يكتسبوا مهارات مختلفة في سن صغير طبعا السن الصغير ما طبقوش يعني الاوبين بوك اطبق الاول في المراحل التعليمية الدكتوراه في كلات الطب بعد كده بدخل في المراحل التعليمية الجامعية ويبتدي يدخل على المراحل السنوية لكن عشان عد الطالب عشان يوصل للمرحلة دي في المرحلة السنوية يبتدي الطالب ان هو في المرحلة الابتدائية ان هو حتى يقدر يعمل سيرش وطلاب المرحلة الابتدائية في السن الصغير قادرين على التعامل مع التكنولوجيا اذا معنا ذلك ممكن يعني نستخدم البحث بشكل مبسط ده نوع من التعلم الزاتي ابحسلي في معلومة معينة اخدها الطالب يقدر يعني يستغل ملكة الدكول على الجوجل بدخله فالمهارة موجودة بالفعل لكن انا عايزة ابتدي اطورها من ناحية علمية بشكل تنظيمي ويبحث في اي حاجة في السن الصغير لكن كوني ان انا انظمه من خلال العملية التعليمية في البحث في يوتيوب معين بيدي معلومات معينة محددة ده نوع من التدريب او محركات الاي اي الجديدة او محاكاة لان احنا في صورة صناعية الرابعة الخمسة فواحد وعشرين دخلنا واثنين وعشرين دخلنا على الخمسة فبالتالي المرحلة التعليمية الصورة الصناعية اتاحت انه في سوق العمل في مستقبل الطفل ده هيكون فيه يعني تخصصات جديدة ما عادش وبتعتمد على التكنولوجيا في كل حاجة بدليل فتح كتير كليات التكنولوجيا في تخصصات مختلفة اتفتحت كتير حوالي عشرين تقريبا او اه امتدت كل سنة ومصر بتتوسع في كلات التكنولوجيا دي بتستعد المين للاجيال اللي جاي ده استوعيبة طيب دكتور حنان بشكل عملي الطالب اللي خلاص كمان كم شهر هيدخل على امتحاني الثانوية العامة بنظام الابن بوك ايه هي الارشادات او النصايح اللي تقولي هالو يتعامل ازاي يعني بحر من المعرفة يعني المعلومة يقدر يحصل عليها من اكتر من مصدر ازاي يدقق في المعلومة ازاي يختار المعلومة الصحيحة اللي تخليه يجاوب اجابة صحيحة يعني ايه هي الارشادات الخاصة لطالب حينما يبحث عن معلومات حوالي المفهوم معين اولا واخيرا لازم يكون بمساعدة المعلم المعلم لابد ان يكون مدرب كويس هيدرب على الامن بوك هو اولا لازم يدرب على الامن بوك هو اولا حيدرب على كتاب المفاهيم فبالتالي حيقدر يساعد الطلاب في انهم ازاي يعملوا سيرش على معلومة معينة في طبعا وكتاب المفاهيم ده ممكن يعني انثلة كده ايه المفاهيم الموجودة فيه مثلا هو مفهوم مثلا يعني مفهوم مثلا في الكيميا معينة او مفهوم في الفيزياء او مفهوم في معينة في اي تقصص من التخصصات فالمفهوم ده ما جالوش في السنوية العامة المفهوم ده المفروض طلع حسب المنهجية معينة في خرائط المفاهيم خرائط المفاهيم اللي هي نبعات دها مع اعداد المنهج نفسه بحيث مفهوم معين مصغر يكبر مع الطفل لحد ما يوصل في السنوية العامة فبالتالي المفاهيم متعود عليها منذ الصغر يعني هنا التعليم في مصر طبعا او في اي مكان تاني دايما تعليم تراكمي ما بقاش تعليم بس في السنوية العامة هو تعليم تراكمي فمفاهيم معينة في الكيميا مثلا مفاهيم الريبوتات مثلا يعني الريبوت ده مفهوم معين الريبوت ده عرفه من صغره في شكله ايه وبعد كده بيكبر بيكبر لحد ما يوصل يمكن شايفين مدارس التيمز بيصمموا بقى الريبوت فهنا معناه ان احنا فيه تركيبات معينة فيه برامج معينة في الكمبيوتر ممكن تصنع الجهاز الانساني الالي اللي قدامي ده فبالتالي هنا بيبقى المعلومات كلها بتكون معلومات تراكمية المعلم لازم يكون يدرب يوصل الطالب ويوجهه كمان يعني احنا عنده منصات كتير منصات الحصص مصر مثلا مدرسة مدرستنا وان ومدرستنا تو كل المعلم يوجه القنوات اللي هي المنصات الالكترونية اللي قتحتها وزارة التعليم أثناء فترة كورونا وما بعد كورونا لأنها اتطورت أصلا منوك الأسئلة فبالتالي قدرته قدرت المعلم ان هو يدرب الطالب ان هو يدخل منوك الأسئلة ويحلم معاه ويبحث معاه كنمازج معينة عشان يقدر يستطيع ان هو يعتمد على نفسه فيه من بعد طيب دكتور انت عارفة أن يعني دائما تجهزاتنا لامتحانات الثانوية العامة بتبتدي من بدري شوية أي بيت مصري بيبتدي من بدري شوية إيه اللي المفروض يعملوه الطلاب النهاردة عشان يقدروا أنهم يستعدوا بقوة لامتحانات الثانوية العامة التدريب الأولى ان خلاص احنا بقنا على الفصل الدراسي الثاني بدأنا ويعني بقى شهرين تقريبا على شهرين ثلاثة على شهر ستة البنوك الأسئلة هو الحل الأسئلة هو الحل ومفتاح النجاح في اكتياز الاختبارات هو كتر حل الأسئلة كثرة حل الأسئلة لأن أكيد أسئلة مش عايزة أقول بتتكرر لأن بنك الأسئلة بيعبارة عن خلاصة فصول أو معلمين وضعوا مجموعة من الأسئلة فبالتالي حل الأسئلة كتير أعتقد والبحث الكتير في المعلومات عنده دلوقتي الفرصة لأنه هو حيدخل مش حيدخل حيدخل بملخصاته يعني زي بالزبط يعني اكتبارات كلية الطب كان بيبقى مراجع متاحة ومصادر معرفية متاحة فبيجمع المسؤول الطالب اللي حيدخل في امتحان الدكتوراه كان ده كان قام كل الطب لكن دلوقتي طبعا هيبحث عنده لازم يكون عنده خلاص انتهى قدرة فرصته على البحث وجمع الملخصات اللي هو حيقدر يدخل بيها الامتحان طبعا هي الأوبن بوكوة من عيوب وبس الطالب بيدخل بكتب مش بعقوله يدخل بكتب كنت لست حضرتك يعني يعني هو هيدخل كده معاه أكتر من كتاب مثلا ومساحة نفسها كتب كمان الكترونية ممكن هل يجوز انه يدخل بايباد مثلا عليه الكتب دي ولا لازم كتب ورقي الوزارة هي اللي قتاح هتشوف بقا هي يدخل ايه وما يدخلش ايه الممنوع والمتاح لكن ما يعتمدش على النت يعني ما يدخلش الامتحان انه حيعمل سيرش على النت نقط يكون المدرسة ما في قلنا النت سائت مش موجود في المدرسة فبالتالي هو يعمل السيرش خلاص من دلوقتي محضره محضر الملخصات محضر ملخصات السيرش اللي عمله في النقاط حوالين المنهج بتاعه فما يستناش انه حيدخل على النت في وقت الامتحان لان من عيوبه انه هو الابن بوك بيقتل الوقت طيب الاسئلة المقالية فجل ان دي نقطة مهمة جدا وبالتقيس مهارة مهمة جدا في التعبير والكتابة والقدرة على التطقيق والمقارنة ودي مهارة من مهارات المفروضة عقل الطالب يشتغل عليه يشتغل عليه طبعا الاسئلة يعني اما جات اختبارات الامسكيو خلي بالحضرتك الطالب السنوية العامة هو جيلنا الجامعة فدايما استعدادنا من السنوية العامة لازم نستعد احنا كمان في الجامعة الجامعة الحقيقة عاملة طبقة نظام الامسكيو وبتدنا يعني فيه ناس متضررة من الامسكيو دلوقتي في الجامعة بعد اختفاء الاختبارات المقالية الاختبارات المقالية بتقيس قدرة الطالب على التعبير طبعا يعني لازم يعرف يتكلم ويعبر مش يختار بس حاجة صحة وغرط لا ده هي بتبقى تنشين كده تنشين اه البابلشيت ده تنشين لكن على فكرة الامسكيو او الاختبارات الموضوعية ما هياش امتحانات فقط اختيار من جير متعدد هي عدة غلط هي المفروض متنوعة اكمل اختار من جير متعدد في جزء مقالي في البابلشيت في البابلشيت في جزء مقالي اتعامل المفروض كان معمول واحنا شوفنا في بابلشيت في جزء اختيار من المتعدد وجزء فيه مساحة يكتب فيها الطالب والبابلشيت الاسم الطالب مكتوب فروق فبيتقطع اسم الطالب من تحت ويتغطى وانا ااخد هصلح انا بقى كأستاذ هصلح الاختبار المقالي. فهنا حقيص أكتر هنا بقى حل الامسكيو. لما يبقاش نوع واحد. احنا فاهمينه جلط. لكن احنا محتاجين الامتحان المقالي. احنا المقالي عشان يعرف الطالب ازاي يتكلم. ازاي يكتب. فدي كلها واللغة العربية خلاص انتهت. الاختيار المتعدد بيخلص. يعني الامتحانة بو ثلاث ساعات ممكن يخلص في الساعة. فطبع بالليه يعني يصحح ممكن بدون فكر ما بيقسي المخرجات التعليمية المستهدفة. يعني المعرفة ورفع الزهنية التطبيقية ومهارات العامة اللي هي هي يحتاجها في حياته. ايه المراحل التكيف اللي بتبقى عند طالب الجامعة من السنوية العامة. يعني الفروقات ايه في طريقة التعليم والدراسة اللي احنا لسه محتاجين نقربها من بعد اكتر. احنا كنا في الجامعة التكنولوجيا ما كانتش متوفرة كتير. الحقيقة. ليه بسبب الامتنات المادية. مش في كل مدرج فيه داتا شو. مش كل مدرج فيه سمارت بورد اللي احنا ممكن ندخل فيها على النات. ونفتح لهم بقى مواقع لموضوع اللي احنا بندرسه. ما كانش ده متاح في الجامعة. حقيقة ما كانش متاح. لكن فترة كورونا حلت المشكلة ده. ليه لاننا خلاص انا عندي المنصة. المنصة ممكن ندخل. ومن خلال مايكروسوفت تيمز او اي موديل او اي منصة وتيحت في الجامعات. كل جامعة اختارت نظام. فالمنصة اتاحت لنا ان احنا نعمل اتشيات مع الطلاب. ندخل على موقع انترنت. من ميكروسوفت. او اي موقع او اي انواع تانية من المنصات. اتاحت لنا اوشنز كتير. يعني. فورا. بس. او. بس. 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 ب رس كتير. عشان يقدر ندخل. ندخل. او نعمل دمج للتكنولوجيا في التدريس. ديه قتحت لا الينا فرصة كورونا. فابتدنا نغاطة الفجوة. لان طالب التابلت دخل على التكنولوجيا. صحيح. واحنا جينا في الجامعة لفجوة. رجعتوه وارا شوية. ففيه فجوة. فاعتقد فترة كورونا خلاص. هي حلت الفجوة دي. اا بين الاثنين. والاوبين بوك دخل في بعض الجامعات. فبالتالي اعطقت كده. في في.,t لينك أو فيه ترابط بين طالب السنوية العامة. إحنا ليه بنتركز على طالب السنوية العامة؟ لأنه هو قريب من سوق العمل. صحيح. فنيجي في البرامج التعليمية في الجامعات. بناخد رأي سوق العمل في المهارات المطلوبة. فبالتالي هنا بنربط. ابتدينا فيه ربط دلوقتي بين طالب السنوية والجامعة وسوق العمل. طيب. إلى جانب تأهيل الطالب. إنه إزاي يمتلك الأدوات التكنولوجية ويتعامل مع امتحاني الأوبن بوك. إحنا محتاجين كمان تأهيل المعلم. بالزبط. دي نقطة مهمة جدا. بالزبط. لأنه الطالبة ممكن بدأوا يشتغلوا على التكنولوجيا وغيره. لكن فيه للأسف أجيال من المعلمين ممكن ما يكونوش عندهم الخبرة التكنولوجية والتعامل مع الوسائط الجديدة والمنصات الجديدة. جاب يحصل إزاي فاند؟. المشكلة أنه إحنا عندنا الكادر المعلم عملهم ست كوادر. فيه المعلم كبير. معلم كبير معناه السن كبير. فعلاقته ضعيفة شوية بالتكنولوجيا فعلاقته ضعيفة شوية بالتكنولوجيا. فهنا فيه حاجة عندنا دلوقتي في حل اللي هو فيه حاجة اسمها المعلم المساعد. المعلم المساعد اللي هو أول درجة في الكادر بيبقى أول سنة اسمه مساعد. فبالتالي ليه ما يكونش فيه لينك منه حينقل خبرته العلمية الكبير اللي هو المعلم الكبير ينقل خبرته العلمية لمعلم المساعد ومعلم المساعد ينقل خبرة التكنولوجية. فهنا التكامل والمعلم المساعد المفروض يدخل معاها في نفس الحصة. فبالتالي نقدر نتكامل بين الخبرة العلمية وبين هنا التكنولوجية. أعتقد هي دي هتحل الفجوة. لأن الفجوة دي موجودة عندنا في الجامعة. الجامعة برضو في كبار الأسزة. فبالتالي بحكم السن وفاروق المعرفة في التكنولوجية. فبالتالي بنعمل كده. بنعمل كده. بنيجي الهيئة المعاونة عندهم قدرة على التكنولوجيا وبدخلوا مع الأساس زي ساعدوهم في رفع المقرارات على المنصة التعليمية. المنصة التعليمية سواء في الوزارة التربية والتعليم أو في الجامعة أكيد أدافت كتير جدا جدا من المعلومات والمهارات. سريعا كده يا دكتور. سريعا جدا عشان الموجز. لو تقدري تدي كابسولة كده فيها نصايح لطلابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يلا بيستعدوا لامتحانات السنوية العامة والأهالي كمان. تقول لهم إيه؟ أولا ما تدورش على أولا لازم مفروض كنتم ذاكر من أول إيه السنة. الفترة دي فترة تكسيف. تكسيف معلومات وتكسيف بحث. إحنا دلوقتي مش تكسيف معلومات. مش تكسيف معلومات يعني بنحفظ الكتاب الباقي. لا ده نحن نكسف البحث. نهاية أولا أولياء الأمور ما يشدوش الطلاب. نفسيا. لأن للأسف في سنوية العامة دايما في مصر ثقافتها. ده في سنوية عامة. ده بيسموه بيت سنوية العامة. بيت سنوية العامة يعني فيه طالب. يعني معنى ذلك شدت أولياء الأمور أن الطالب لازم يحقق درجات عالية. لا. إحنا حسينا السنة دي أن الدرجات العالية ابتدت يبقى فيه توازن شواء. يبقى فيه منحنى الاعتدالي ابتدى يتحسن. فبالتالي المية في المية والفوق المية في المية ما بقتش موجودة. وإحنا ممكن ندخل أي كلية ونحقق نجاح بعدها. كانت يمكن كابسولة من النصايح من دكتور حنان إسماعيل أستاذ تخطيط واقتصاديات التعليم بجامعة عين شمس. بنشكرك يا دكتور على أمودك معنا. كل شكري. شكرا لحضرتك نورتينا وشرفتينا.